اهلا بك حيات صباح الخير صباح النور زهرة صباح الخير مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في معرض الصحافة لنهار اليوم البداية بجريدة الحياة التي عنوانت بالبنط العريض صدر صفحتها الأولى مجلس الوزراء خمسة محاول مهمة على طاولة الاجتباع هذه تعليمات هو أوامر الرئيس تبون وتقرؤون في التفاصيل ترأس الرئيس عبد المجيد تبون الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية وعروضا منها القوانين الأساسية للأسلاك الطبية والشبه الطبية للصحة وتمويل المؤسسات النشئة ومتابعة إنجاز وتجهيز مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية الجديدة هذا بعد افتتاح أشغال الاجتماع من قبل الرئيس ثم الاستماع إلى جدول الأعمال وعروض السيد الوزير الأول النشاطات الحكومية خلال الأسبوعين الأخيرين هذا وأسدى الرئيس تبون الأوامر والتوجيهات حول الخمس محاور التالية مشروع قانون الحالة المدنية والتقرير المرحل المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة والقوانين الأساسية للأسلاك الطبية والشبه الطبية وبخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد أقول لسنة 2024 لمتقاعدين نظام التقاعد للإجراء أو للأجراء أقول أو غير الأجراء وآخر محور بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة ننتقل الآن مشاهدين لجريدة المساء وعنونت نظير الدعم الثابت لكفاح الشعب الصحراوي من أجل صد العدوان المغربي البوليزاريو تجدد امتنانها للرئيس تبون والجزائر وجاء في التفاصيل جدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير السقي الحمراء ووادي ذهب البوليزاريو امتنانه وعرفانه للجزائر حكومة وشعبا بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مواصلة دعمها لكفاح الشعب الصحراوي في مختلف الميدين من أجل صد العدوان التوسعي المغربي حسب مجراء في البيان الختمي لاجتماع المكتب وتطرق الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية والديمقراطية الأمينة العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي للقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحضور وفد البلدين والذي تزمن مع اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء الغربية وما يرافق ذلك من رسائل ودلالات لصلابة التحالف الاستراتيجي بين الدولتين ننتقل المشاهدين إلى جريدة أخرى إلغاء مباراة ذهاب النصف نهائي كأس الكاف بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان الكاف تنحني لنزعتها المغرب الاستعمارية هكذا عنوانا جريدة الخبر وتقرؤون في التفاصيل مثل ما كان متوقعا أمضت الكونفيدرالي الإفريقية لكرة القدم على شهادة وفاتها وهي تختار الانحناء للنزعة الاستعمارية المغربية بعد إقرارها قبول الدوس على قانونها وكل القوانين والأعراف التي ترفض استغلال كرة القدم والرياضة لأغراض سياسية ورغم إصرار الكاف على اعتماد قميس نهضة بركان المغربي وهو يحمل خريطة تتعدى فيها على الأراضي الصحراوية فإن الموقف الجزائري ظل ثابتا ما ترتب عنه عدم إجراء مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكاف بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي أمس بملعب 5 جوليا 1962 بالجزائر وإذا كانت الكاف تبتت على موقف يبرز اختطافها من طرف المغرب فإن الطرف الجزائري قد رسل محكمة التحكيم الرياضي في جولة أخرى من المعركة القانونية لإحقاق الحق وكشف مخططات المغرب والكاف التي ترتكز على حرب العصابات ننتقل الآن مشاهدين لجريدة المجاهد وعنوانات السحب استدعاءات البكالوريا والبيام الوزارة تحدد المواعيد وتقرؤون في التفاصيل أكد مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية محمد ضيف الله أن كل الترتيبات المادية والبشرية ضبطت لإنجاح امتحانات نهاية السنة حيث تم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وكشف ضيف الله أمس الأحد خلال لقاء إذاعي عن تاريخ سحب الاستدعاءات الخاصة بالامتحانات ابتداء من الأسبوع الأول من شهر ماي هذا وأوضح المتحدث ذاته أن عملية التسجيل في الامتحانات لهذه السنة بدأت بشكل مبكر انطلاقا من الـ 21 نوفمبر 2023 ثم تلتها المرحلة الثانية وهي مرحلة تأكيد التسجيلات التي تمت في الـ 21 فيفري من سنة 2024 وأضاف قائلنا نحن الآن في المرحلة الثالثة حيث بدأ سحب الاستدعاءات لاختبارات التربية البدنية انطلاقا من الـ 16 أفريل الجاري وسيتم سحب الاستدعاءات الخاصة بالاختبارات الكتابية لمرحلة التعليم المتوسط والثانوي ابتداء من الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل وأكد ضيف الله الانتقال من الرقمنا إلى مرحلة تجويد الرقمنا بعد أن تمت التسجيلات لأول مرة بصفر ورقة ننتقل مشاهدين لجريدة سبق برسل الالكترونية التي تطرقت للقاء رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري ونظيره العمني وعنونت محدثات بين رئيس المجلس الشعبي الوطني مع نظيره العمني وجاء في التفاصيل استقبل إبراهيم بغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني يليو أمس الأحد أقول بمقر مجلس الشورى العمني من قبل رئيس مجلس الشورى الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي وذلك بحضور سفير الجزائر لدى السلطنة الدكتور محمد علي بغازي حسب بيان للمجلس الوطني الشعبي وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس أن العلاقات بين الجزائر وسلطنة عمان لابد أن ترقى لمستوى متانة العلاقات السياسية التي تجمع قيادتي البلدين دعيا إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري والثقافي والأكاديمي وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في البلدين لافتا إلى أن مقاومات اقتصادية هامة تجمع البلدين أما على الصعيد البرلماني فقد أوضح بغالي على أهمية الجهود البرلمانية في مرافقة الديبلوماسية الرسمية وركز على الدور الذي يمكن أن تلعبه في تبادل الخبرات والتجارب وصلنا الآن مشاهدين للجرائد الدولية وجريدة القدس العربي عنوانات هنية المقاومة مستعدة للتصدي للعدوان على رفح وتقرؤون فيها التفاصيل حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس اسماعيل هنية الذي يزور تركيا من إقدام الجيش الكيان الإسرائيلي على اشتياح مدينة رفح مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية فصائل المقاومة على الأرض هذا والتقى الرئيس تركيا أردوغان مع هنية سبت في قصر دولما بهجة في إسطنبول وبحث هجمات الاستعمار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها أقول غزة هذا وأكد أردوغان لهنية وفق بيان صدر صدر أقول عن رئاسة التركية أن تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية للفت الأنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون هذا وتشدد أقول في كل فرصة على الحاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار وعلى إنهاء الأعمال الوحشية ننتقل الآن مشاهدين لصورة اليوم وهي لعائلة فلسطينية تجلس أمام ركام منزلهم وتحاول الاحتماء تحت بعض الطوب الذي تم جمعه وصلنا في الآخر مشاهدين لكاريكاتورة اليوم من جريدة الخبر وهو حول بعض المواطنين الذين حرفوا سن النبوية للعيد الأضحى إلى فرض اجتماعي لنتابع بهذا مشاهدين نص الختم معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة العودة لصهرات